اشتركوا في القناة للدور السوداسي تلعب من دلة الآن أمامية ناحية فراس لوجود الخطوة تسديد الهدف الهدف الأول إذن كريستي كاميروني ينجح في تسجيل أول أداف المباراة وهدف مقابل لشيء إذن هدف أول لفريق المحلة وبالتأكيد هذا الهدف سيغير من أداء الفريقين سيغير من تكتيك المدربين سيعطي للمباراة شكل آخر وقوة أخرى بالتأكيد فريق السلوحلي شاهدوا التسديد في الزاوية اليسرى الوصول للمرمى تلعب ناحية من؟ ناحية الأعواج عالية داخل منطقة الجزاء والمتابعة هدف هدف التعادل هدف التعادل لفريق السلوحلي كرة مباغثة رأسية في مكان صعب على البرجي أسية محكمة حقيقة لم يفعل البرجي أمامها وحيالها أي شيء لاحظوا مكان صعب حقيقة كرة عالية في مكان صعب تريكي مع العوبة الآن يخطي في التمرير يستفيد منها كريست كريست بحاول الدخول والمراوخة داخل منطقة الجزاء يطلب مساندة مر بشكل ممتاز العرضية وفرصة الهدف والهدف التاني الهدف التاني وسط خطى دفاعي ينجح لها بالمحلة مالك عبيد في تشجيل الهدف التاني هذا هو مالك عبيد والاحتفال التأكيد الخطأ كلف الكثير نشاهده لعادة دخول مراوخة من كريست لعب الكرة عرضية ولعب الكرة في المكان الخالي والهدف التاني خطف التمرير كيندي أدوى يفتح ناحية الحراتي تبعد من جديد ناحية كريست لعب السرعة ويخطي أيضا مرة أخرى وهذه محاولة والتسجيل الهدف التالت والهدف التالت لفريق المحلة لكريست كريست ينجح في تشجيل تونائية وخطأ فادح وقع فيه الهمامي دم فرحة اللاعب ولاعبي فريق المحلة نشاهدوا لعادة شوفوا سوء تخدير من اللاعب كرة لم يبعدها وعلى كيف ما جاءت استغلت تقدم على جنينة وسدد كرة لتعالق مرمى فريق السوحلي وبالتالي ثلاثة هدف مقابل هدف لفريق المحلة ملعوبة للأمام أمامية وركل الجزاء ركل الجزاء كرة داخل منطقة جزاء والحكم سروسي الحبيب يعلن عن ركل الجزاء وفرصة التخقدم لفريق المحلة الجزاء حقيقة أداء شاهدوا لعادة دخول داخل منطقة جزاء والحكم هنا يعلن عن ضربة جزاء ينجح كريست في تنفيذها أم لعلي شنينة رأي آخر طبعاً علي شنينة اللي سبقاً صد عديد الركلات هذه معاولة والهدف الهدف الرابع إذن أربع هدف مقابل هدف لصالح فريق المحلة كريستي كاميروني ثلاثة هدف اليوم هاتريك يسجل في مكان صعب حقيقة على يمين الحارس المرمى شنينة وزالة الفرصة فرصة الهدف والتسديد والكرة تستضم بالقايم وتعود تستضم بالقايم والتسديد مرة أخرى والحكم يقول ما فيه شيء يلعب كرة عالية والبرجي بكلتا يديه يبعد هذه الكرة في راسي سدد وركلة جزاء الركلة جزاء لفريق السوحلي الحكم أعلن عن ركلة جزاء ربما أمامي اللقطة غير واضحة ولكن الكرة كانت قريبة من حكم اللقاء ولا يوجد اعتراض من لعبي فريق المحلة إذن الآن التسديد والبرجي ينجح ولكن المرة الثانية ينجح اللعفة يسعد في تسجيل الهدف ملعوبة الآن عالية داخل منطقة الجزاء وتغيير تجاه الكرة وفرصة للتسجيل وهدف تسجيل الفرق إذن ينجح فريق السوحلي في تسجيل الهدف الثالث هدف الثالث لفريق السوحلي تكون أقرب لحارس المرمى علي شنينة يلعب كرة أمامية ملعوبة من عبدالله بن خليل على حافظ منطقة الجزاء ودل يبعد كرة بالضربة رأسية كرة داخل منطقة الجزاء تغيير تجاه ومحاولة الآن تبعد من المدافعين ما زالت كرة داخل أرضية الملعب وماذا يقول الحكم لوجود لخطأ حسب إشارة الحكم تعود من جديد لفريق السوحلي ملعوبة تصدن به لهذه عمارة وتعود وفي هذه الآوينة يعلن حكم اللقاء السلوسي الحبيب عن انتهاء زمن الشوط الثاني والمباراة بتفوق فريق المحلة بأربع أهداف مقابل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة